السلام عليكم كديرين أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية اليوم أجبت لكم هذا الكيك للشوكولات السهل في مقونات ولذيذ جدا بالنسبة للمقادير نحتاجه 4 البيضات 1 كأس ساندة 1 كأس الزيت 1 كأس من الكاكاو اختاروا دائما الكاكاو كأس من الكحل كأس من الياغورت الطبيعي 1 جوش خمارات الحمرين 1 فاني 2ن رجل نحتاج للخص 1 فرص و كأس مملوء جدا من الماء سخون نحتاج نسكس الحليب ملعقة زبدة و لوحة من الشوكولات و القليل من اللوز إفليل تزيين اختيار يمكنكم تزيينه باللوز عادي كاوكاو بالنسبة لطريقة التحضير نقوم بإناء النان وضعه فيه البيض ثم نضيف الملح نضيف الملح ضروري لكاكاوكاو ينزف الملح نضيف الملح نضيف الملح كأس مملوء من المطيب كأس من الياغورت الطبيعي نغرب الكاكاو لكي لا يريد الكورات نضيف الكاميرات خميرات الحلويات نضيف الكاميرات ثم نضيف المكسرة للوز والقرقاعة غير شوية تقريبا معلقة معلقة هدا كما قلت لكم اختياري ناخذ القلب دينا نضيف دور شوب دقيق ونصبو فوق من الخليط فهذا الأثناء هذي نكون دايرين الفرن دينا يسخن على درجة 180 درجة دائما ملتحت و ندخلو الكيك دينا الطيبة نقضو نديرو الحليف الكسرونة يسخن بعد نضيفو عليه الشوكولات نحركوه جيدا حتى سينسجمو بجوج بعد نضيفو ملعقة دي الزبدة بعد ربع ملعقة دي الميزينة دي النشا ها هو الكيك دينا من بعد ما طاب خرجناه من الفرن خليناه يبرد مزيان وبرد لنا القاناج نصبو فوق منه نزينو بلوز ايفيلي اللي سبق لنا لوز ايفيلي دخلنا الفرن تحمر شوية طريقة تزين فهي اختياري على حسب كل واحد اشنو كيبغي وكنخليه يبرد وكنتناولوه نتمنى ان هذا الكيك هذا تجربوه وانه يعجبكم ما تنساوش تشاركو في القناة وديرو لي لايك ودعموني وتبارتاجيو وشكرا لكم